فصل جديد من مسرحية تسليم موانئ الحديدة هذه المرة بإخراج وإشراف أممي تمت المشاهد التي استلم فيها الحوثيون من أنفسهم إدارة الموانئ الثلاثة بينما الحكومة شجبت واستنكرت واتهمت على لسان مستشار رئيس الجمهورية عبد الملك المخلافي المبعوث الأممي مارتين جريفث بالتواطئ مع الميليشيا وهو استنكار وشجب تعودت عليه الحكومة في مواجهة كل تمدد جديد تحرزه الميليشيا على الأرض أو أمام كل هروب وتنصل من الاتفاقات إذن فقد أعادت الميليشيا ما كانت قد أتمته سابقا من عملية تسليم أحادي الفارق هذه المرة هي مباركة رئيس وفد المراقبين والمبعوث الأممي نفسه بعد أن خسر رئيس بعثة المراقبين السابق الجنرال الهولندي باتريك كاميرت منصبه بسبب عدم قبوله بمسرحية التسليم السابقة جهود المبعوث الأممي لم تتوقف عند حدود الترويج لتسليم الموانئ الثلاثة بل لحقتها ترتيبات عديدة لعل أهمها الاتجاه نحو إجراء محادثات في الأردن فبحسب وكالة رويترز ونقلا عن مسؤولين يمنيين فإن المحادثات ستركز على اقتسام إيرادات موانئ الحديدة للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة التي تعصف بالسكان إجراءات ترى فيها الميليشيا أنها تأتي في إطار تنفيذ اتفاق السويد بينما يرى فيها الفريق الحكومي نكوصا جديدا لما تم الاتفاق عليه في استوكولم